ومعنا هنا ايفون 10 اس ماكس وهنبدأ نشيل اللزقة الاول مرة عن اللون الدهبي الجديد الايفون 10 اس ماكس سمعيني الصوت ربع لحظة جميلة جدا وقبل ما نبدأ الفيديو ياريت تنزلوا تحت تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على الجرس اللي جان بكلمة سبسكرايب او اشتراك بالعربي تنسوش تعملوا لايك الفيديو ده بساعد جدا القناة عندي ويلا بينا نبدأ الفيديو علبة الايفون 10 اس ماكس بتيجي بالشكل دوت الخلفية اللي حطيناها دي بتختلف من كل لون سواء اصمر او فضي او جولد وكمان بتختلف من الحجم الصغير للحجم الكبير هنا معنا الجولد طبعا درعتنا شايفين اللوجوت على الابل باللون الدهبي في كلمة ايفون باللون الدهبي اللوجو في الناحيتين باللون الدهبي طبعا هنا في العلب الجديدة بقى فيها لزقة السهل ان هي تتفتح بتشدها وبتتفتح نجي نفتحها سوا مع بعض سمعين الصوت طبعا لاحظة جميلة جدا سهولة في الفتح او بتجيب اي حاج حد تتعطيهم بسهولة جدا شاننا البلاستيك احنا شايفين العلبة في منتهى الجمال الخلفية اللي حطيناها خلفية زكية جدا ودلوقتي نشيل الغطى ويظهر لنا اول حاجة العادة دي اللي بيكون فيها الضمان وشغل ازاي الايفون وهكذا مقارنة سريع جدا بين الايفون 10 اس ماكس واخوه صغير الايفون 10 او 10 اس الجديد ولكن هنا معنا التن القديم الحجم ما هوش يعني واضح قوي هنا بالنسبة لكم في الفيديو ولكن لما تيجي تصرف وتجيب ايفون 10 او 10 اس ماكس مش بقى في فرق كبير غير في الكاميرا وحجم الشاشة والبطالة لو انت بتحب الحجم التليفون الكبير الضخم فارشح لك التن اس ماكس ولكن لو انت بتحب التليفون يكون صغير في ايدك فارشح لك التن او التن اس الاكس او الاكس اس هنتكلم برضو لو انت معاك الايفون 10 او 10 اس وعايز تجيب الكبير هنتكلم برضو عن الاختلافات الموجودة في الفيديو ده ونرجع نكمل الانبوكسنج للايفون 10 اس ماكس زي ما قلنا انا هو اول حاجة بتشيلها بتشيل الغطة بتلاقي هنا الكافر اللي مكتوب عليه اللي موجود فيه زي ما قلنا الضمان والزاة تشغل التليفون وكام ستيكر وفيه طبعا السيم جاكتور اللي بتقدر تشيل منه السيم كارد وتراكب منه السيم كارد قدامنا باللون الجميل الدهبي انا باين هو في الخلفية الخلفية الايفون يعني عايز اقول لكم ان هي بعكسة جدا بتعكس الاضاءة والصورة زي ما انا واضح قدامكم هو بصور بالايفون 10 القديم ومركب عليه عدسة كنت عامل عنها فيديو هسيب لكم اللينك تشوفوه هنا فوق في ديمين او في الشمال نسيب الايفون على جنب شوية ونشوف اللي موجود زي ما قلنا هنا موجود افتتاح التليفون هلو كل اللغات بعد كده بعد التحية بيبقى فيه السيم تول اللي بتقدر تشيل منها السيم كارد وتراكب السيم كارد ويبقى جاي معها شوية ضمان طبعا الاستيكر وللأسف هنا الاستيكر لونهم ابيض برضو كنا نتمنى ان هم يكونوا بنفس لون الايفون ولكن هي دي ابل ونبدأ نشوف ايه اللي جوه العلبة تاني بيبقى طبعا موجود الايفون بعدها بيبقى موجود السماعات والادابتور العايد جدا للأسف ابل مع السعر والايفون ده ما بتعملش فاست شارجينج بيبقى سماعات تحت السماعات طبعا بيبقى موجود السلك ولكن هنا فيه اختلاف ما بين السماعات دي والسماعات اللي كانت موجودة في الايفون اللي قابليه الايفون 10 وبوقتها اعمل لكم مقارنة سريعة جدا ما فيش فرق في السماعات ولكن كانوا بيضيفوا معاها الادابتور اللي خليك تستعمل السماعات القديمة لو انت عندك سماعات قديمة بدل اللايتنينج ولكن في الايفون 10 اس وال10 اس ماكس شهدوا الادابتور ده وبيتباع دلوقتي الواحده بحوالي 9 دولار وفيه اختلاف برضو صغير ممكن ما يكونش حاجة مهمة للناس ولكن برضو احب اعرفها لكم ان وضعية السماعات والادابتور في الايفون 10 القديم والايفون 10 اس الجديد مختلفة عن وضعية السماعات في 10 اس ماكس دي ممكن تكون لتقل الايفون او تقل السماعات في الايفون الكبير فدي حاجة ابل عملتها ومش عارفين ليه لغاية دلوقتي ولكن نسيبنا من كل ده ونركز في بطل الفيديو هو الايفون 10 اس ماكس وزي ما قلنا نبدأ نشيل اللزقة نتأمل شوية في اللون اللون فعلا عاكس جدا بطل فعلا في الالوان اللزقة طبعا اللحظة اللي يعني بنستناها من كل ايفون لايفون هو نحنا نشيل اللزقة شايفين اللون عاكس ازاي عايز اوريكو بس شوية ازاي اللون بيبقى عاكس مراية فعلا بالزبط ونبدأ هنا نشيل اللزقة وده كده يبقى فيديو صغير عن الانبوكسنج والفرق بسيط بينه وبين الاخوه صغير 10 او 10 اس تمنى نكون الفيديو عجبكم تنسوش تنزق تحت تعمله وسبسكرايب تسيبوا لايك للفيديو ده بيساعد جدا القناة عشان اقدر اطور لكم واعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر تمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وشوفكم في فيديو جديد شكرا موسيقى